موسيقى استهداف مطار بغداد الدولي بسكة صواريخ وطائرة مسيرة والقادم يعتبر الهجوم تقويدا لسمعة العراق حشود روسية على الحدود الأوكرانية ولفروف يؤكد أن بلاده لن تسمح بتجاه المصالحها الحكومة تنفي اعتزام الدولة لاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمية الثالثة مساء في القاهرة الواحدة بتوقيت جرانيش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم موسيقى مرة أخرى يتحد العراق ضد الإرهاب الأسود الذي تقف وراءه أجندات تستهدف عصب الدولة وتسعى لزعزعة أمنها واستقرارها والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد محاولات إرهابية تقوم بها جماعات متطرفة لخرق الأمن والسلم فكانت الهجمات الساروخية على مطار بغداد الدولية هذا الخبر والمزيد في سياق هذه النشرة موسيقى قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي إن استهدف مطار بغداد الدولي بالصواريخ يمثل محاولة جديدة لتقويد سمعة العراق وأضف القاظمي أن هذه العمل الإرهابية الغادرة تأتي امتدادا لسلسلة من الاسهدفات بالصواريخ أو الطائرات المسيرة للمنشآت المدنية والعسكرية التابعة للدولة العراقية وخلال بيانه دعا القاظمي كل القوى والأحزاب والطائرات السياسية إلى التعبير عن رفضها وإداناتها الصريحة والواضحة لهذا الهجوم الخطير ودعم القوات الأمنية في عملياتها ضد مطلق الصواريخ مؤكدا أن الصمت على هذا النوع من الاستهدفات بات المجرمون يعدونه غطاء سياسي لهم ودعا القاظمي الدول الصديقة للعراق إقليميا ودوليا إلى عدم وضع قيود للصفر أو النقل الجوية من وإلى العراق بما يشكل إسهاما في ردع الإرهاب عن تحقيق غايته كان مطار بغداد الدولي قد تعرض إلى استهداف بعدد من الصواريخ لا تقل عن ستة في وقت مبكر من صباح اليوم هذا وأفاد مصدر أمنية بأن الصواريخ جميعها وقعت في منطقة المدرجة ومناطق قريبة من الجانب المدنية وقد تم تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي في المطار واستطاع أن يوقف عددا من الصواريخ من جهتها قالت خلية الإعلام الأمنية أن عصابات لا دولة إرهابية أقدمت على استهداف مطار بغداد الدولي فجر اليوم بستة صواريخ من نوع كاتيوشا في محاولة لاستهداف مقدرات البلاد مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على مكان انتظار طائرات الخطوط الجوية العراقية مما ألحق ضررا بطائرتين على المدرجة وأضاف البيان أن هذا الفعل الإرهابي يسعى إلى تقويض الجهد الحكومية في استعادة الدور الإقليمي للعراق وإعاقة نشاط جهود الخطوط الجوية العراقية من جهتها أكدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أكدت استمرار رحلات المسافرين المباشرة وذلك عقب القصف الصاروخي الذي تعرضت له مطار بغداد الدولية وأوضحت الشركة في بيان أن القصف الصاروخي الذي استهدف مطار بغداد الدولية أدى إلى تضرر إحدى طائرات الشركة الخارجة عن الخدمة والقائمة في محيط المطار أدانت البعثة الأممية في العراق ينامي الهجمات الإرهابية التي تعرض لها مطار بغداد الدولية وأبدت البعثة قلقها من الهجمات الصاروخية على مطار بغداد مؤكدة أنه يجب أن لا تلتفت الجامعات التي تقف وراء الهجمات من العقاب ولا تفلت أبدا منه وأكد البيان أن البعثة الأممية أن الجامعات التي تقف خلف الهجمات تتصرف بتهور وتعرض البلاد لعواقب أكدت خلية الإعلام الأمني العراقي مقتل ستة إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابية وذلك حصيلة العمليات الأمنية في عموم العراق خلال أسبوع وذكرت الخلية أن حصيلة الممارسات الأمنية خلال الأسبوع الماضي شملت مقتل ستة إرهابيين وتدمير 14 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابية وأضافت أن القوات العراقية تمكنت خلال العمليات الأمنية من تنفيذ أوامر قبض بحق 42 إرهابيا مطلوب تقديمهم للقضاء العراقية أهلا بكم مع مقدسة قرر مجلس الوزراء اللبناني استكمال نظر الموازنة في جلسة تعقد صباح غد السبت جاء ذلك خلال اجتماع للمجلس برئاسة النجيب مقاطي لاستكمال دراسة مشروع الموازنة العامة للعام الحالية وذلك لليوم الرابع على التوالي وكان مجلس الوزراء قد ناقش على مدار الأيام الماضية بنود الموازنة فيما بدأ اليوم مناقشة المواد التي تم تأييل النظر فيها وما زلنا بلبنان حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مقاطي أن التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان تتطلب وحدة الصف الوطني بين جميع المكونات اللبنانية جاء ذلك خلال لقائه مع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف فادريان وتم التطرق خلال اللقاء إلى المواضيع الراهنة فاطلع رئيس مجلس الوزراء اللبنانية مفتي الجمهورية على الجهود التي تبذل لتوطيد علاقات لبنان مع الأشقاء العرب ومن جهته ثمن مفتي الجمهورية اللبنانية الجهودة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء في شتى المجالات وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة نتحول إلى اليمن حيث أكد التحالف العربية أنه لم يتم استهداف سجن بصعدة وأنه سيقدم كافة الحقائق والمعلومات التفصيلية بشأن هذه القضية وأشار المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن التركي المالكي إلى أن ما نشرته قوات الحوثي هي محاولة لتضليل رأي العام عن النشاط الحقيقي للموقع مشددا على أن قيادة القوات المشتركة تطبق أعلى معايير الاستهدافة وقد صرح المالكي بأن الموقع المستهدف وهو معسكر الأمن الخاصة بصعدة هو هدف عسكري ومشروع بطبيعته لاستخدامه العسكري من قبل قوات الحوثي الإرهابية وكذلك دعمه للمجهود العسكري بالعمليات العدائية وانطلاق الهجمات العابرة للحدود لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية قالت هيئة الصحة السعودية أنها لن توصي بلقاح لفيروس كورونا لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمسة وأحد عشر عاما وأوصت السودة التي اختارت مرة أخرى سياسة فيروس كورونا مختلفة عن معظم دول أوروبا بإعطاء لقاح كورونا فقط للأطفال المعرضين للخطر وقالت بريتا بيوركلاوند من وكالة الصحة العامة إن اللقاحات آمنة وهناك لقاحات جيدة جدا لكننا سنركز الآن على الفوائد الطبية للقاح لكل طفلة ولا نرى أن الفوائد كبيرة بما يكفي لكي نوصي بها لجميع الأطفال وقالت السلطات إنه يمكن إعادة تقييم القرار إذا تغيرت الوضع الصحي جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رفضه للاستقالة من منصبه إثر فضيحة إقامته سلسلة من الحفلات في مكتبه بدونينغ ستريت وتخالف تدابير الإغلاق للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا جاء تجديد رفض بوريس جونسون للاستقالة ردا على سؤال كان قد وجه له من زعيم حزب العمال المعارض كيريس تارمر الذي اتهم جونسون بتغيير روايته عن التجمعات وسأله عما إذا كان سيتنحى ليرد جونسون قائلا لا للمزيد في التقرير التالي حالة من الترقب تسيطر على الطبقة السياسية البريطانية بانتظار تقرير بشأن ما تردد عن حفلات أقيمت في دونينغ ستريت خلال فترات الحجر الصحي لمكافحة تفاشي كورونا والتي ربما تضع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في موقف صعب تحقيق داخلي تجريه المسؤولة في الخدمة المدنية سو جري بشأن هذه الحفلات التي أقيمت في حديقة دونينغ ستريت بمناسبة انتهاء خدمة موظفين أو أعياد ميلاد أشخاص في وقت كان على البريطانيين التخفيه بشكل كبير من لقاءاتهم بعضهم بمعض المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني قال إن جونسون لم يتلقى التقرير بعد من جهة التحقيق فيما أكد جونسون على هامش زيارة له إلى ويلز أنه لا يسعى على الإطلاق لإيجاد مخرج لا سيما في ظل تحرك الشرطة التي أعلنت أنها تحقق في مناسبات عديدة لتحديد ما إذا كانت قد تخللتها انتهاكات محتملة للقواعد المرتبطة بمكافحة كورونا وقد يكون مضمون التقرير حاسما للمستقبل السياسي لزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون البالغ من العمر 57 عاما والذي دعته المعارضة للاستقالة وهو ما صارع إلى رفضه مؤكدا أنه يركز جهوده على الانتعاش الاقتصادي والأزمة في أوكرانيا وللمزيد من المتابعة حول تطورات فيروس كورونا عالميا ينضم إلينا عبر الهاتف من الأردن الدكتور محمد أشار استشار الجراحة العامة دكتور محمد بعد التحية هناك توجه عالمي للتعامل مع فيروس كورونا كمرض موسمية يستوجب فقط التطعيم كأية نزلت برد عادية من وجهة نظرك لماذا هذا التوجه في هذا التوقيت هل بالفعل بدأ هذا الفيروس والانحصار؟ موسمي، 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 لكن مشاهدين أشكركم على الإصفادات ربما جاءت هذه الفكرة أو طلعت على الصفتة بعد وجود متحور أميكرون الذي كلما نعلم أن متحور أميكرون هو شديد للتشار لأنه قليل الإمراضية لكن أنا لا أعلم هذه الفكرة لأنه أنه ينتج أو يحوره فيروس أميكرون كشكل خفيف يمكن أن يتحور هناك لأنه يتحور آخر بشكل أشهد ليكون شديد الانتشار وشديد الإمراضية يبدو أن هذه القرارة يكون مستعجرا أو مبكرا عليه لابد أن نتحدث عن هكذا قرارات بعد إعطاء لا يقل عن ثلاثين سكان كرب أرضية من المطاعيم أو إصابة أكثر من ثلاثين سكان كرب الأرضيين من المطاعيم بعدها ممكن أن اعتباره كفيروس موصني أو أنه تخفيض درجة حضر هل اللقاحات كان لها دور كبير في ضعف هذا الفيروس وتنواها أيضا في الفترة الأخيرة كان هو السبب الرئيسي لضعف قوة هذا الفيروس؟ لا شك أن اللقاحات يلعب دور كبيرا في ما وصلوا إليه الآن حيثنا النقاحات تكون نعلم من النقاحات تعمل على محورة المحور الأول هو منع الإصابة والمحور الثاني هو في حال فتوث الإصابة تكون أقل أعراض ويقل أقل إماظية والتاني أقل بخول المستشفى وعناية حتيثة والتالي أقل وفية لابد أن كانت في حجر أساس وحجر الزاوية في مقاومة هذا الفيروس بكل متحورات إلى حد الآن نعم منظمة الصحة العالمية تخرج علينا من حين لآخر بعدد من التصريحات ربما عن الحديث عن وجود متحور آخر ربما يظهر ويكون أكثر شدة وأكثر خطورة رأيك لك في هذه التصريحات؟ نعم المتحور هو لا بد من شرح نقطة معينة أن أين يتحور الفيروس؟ التحور الفيروس في جفن الإنسان وهو عبارة عن شكل شاد من المتحور الذي قبله والتالي عندما يصاب عدد كبير من الأشخاص فهناك احتمالية حدوث شكل شاد بنسبة أعلى كما هو كما حدث في المتحورات السابقة وبالتالي فنحن في أي لحظة ممكن أن نتعرض لمتحور آخر غير ومترون يسيطر على المشهد نعم يمكن فكرة تلقيح الأطفال من الأمور التي تسيطر أو تثير جدل في عدد كبير من الدول وكل دولة تتاجه بشكل مختلف في هذه النقطة من رأي حريتك بالفعل هناك ضرورة لتلقيح الأطفال خاصة من سن أقل من 12 سنة؟ كل الصروح العلمية تعلم أن الأطفال هم أقل شريحة معرضة من وفاة وإصابات شديدة بين المجتمع ولكن كلنا نعلم أن الأطفال هم أهم معقل لهذا الفيروس بين الأشخاص الآخرين هم يعملون كدورة لنعقل بين أفراد أسرتهم لهم أكبر عمرا تلقيح تنقل أطفال وحركة حركتهم وبالتالي كمان إختلاق في المدارس من بيئات مختلفة لأن الأطفال لابد أن يأخذ العنصر الشديد في إنشار المهار هناك شركات عدة أعلنت بدء تجاربها السريرية على لقاحات مضادة للمتحور تحديدا المتحور أوميكرون برأي حضرتك كيف تساهم تلك اللقاحات في القضاء تماما على كورونا ومتحورات كيف تحديدا المتحورات؟ نعم لأن اللقاحات الموجودة حاليا أثبتت لها أثر على أوميكرون لكن نسب أقل من المتحورات الأخرى وجود لقاح لأوميكرون ربما يساعد بحكم هذا الانتشار ولكن من الألم أن اللقاحات الموجودة حاليا ومتوفرة حاليا نحن نريد أن نصرح أن هناك لقاحات أوميكرون فالأشخاص يأجلون أخذ اللقاح حتى يصدر هذا اللقاح لأننا نؤكد أن اللقاحات الموجودة حاليا إن أنت كانت تتخل أوميكرون 100% فإنها تخفص من العرابة من نسبة تفعيل 200% نعم بشكرك شكرا جزينا الدكتور محمد الشرعي استشارك راح العام شكرا جزينا لك دخل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو في عزل لمدة خمسة أيام بعد مخالطته لشخص مصاب بفيروس كورونا وقال ترودو أنه في حالة صحية جيدة وسيوصل العمل من المنزل داعين الجميع إلى سرعة تلاقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا يشار إلى أن ترودو قد دخل في عزله لمدة أسبوعين في مارس من عام 2020 في بداية الوباء بعد أن ثبتت إصابة زوجته صوفي بكورونا في اليابان تنظر الحكومة في تخفيض فترة العزل الذاتي للأشخاص المخالطين للحالات التي تأكدت إصابتها بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا هذا وأضاف رئيس الوزراء اليابانية كيشيدة فومو أضاف أن الحكومة تحاول تقليص فترة العزل من المدة الحالية وهي عشرة أيام إلى سبعة أيام وترغب في التأكد من أنه يمكن مواصلة الأنشطة الاجتماعية وسط الارتفاع الأخير في الإصابات بالفيروس استبعد صندوق النقد الدولي أن تترك جائحة فيروس كورونا أثرا كبيرا على اقتصاد اليابان وذلك بسبب الدعم المالي والنقدية الضخمة الذي أقرته البلاد للتغلب على الأزمة وأضاف صندوق أن اقتصاد اليابان يحتاج إلى وضع سياساته بعد الوباء لضمان نمو المستدام لا سيما مع تقلص عدد السكان وقال صندوق النقد الدولي أنه لا يزال هناك مجال لزيادة الإرادات خاصة في ضوء انخفاض الإرادات الضريبية للبلاد كان نسبة مأوية من الناتج المحلي الإجمالية رفعت العاصمة الهندية ديلهي حضرت تجول في عطلة نهاية الأسبوع وسمحت بإعادة فتح المطاعم والأسواق بعد انخفاض كبير في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وقال ممثل الحكومة الاتحادية في ديلهي أن الباجال قال إنه بموجب الأوامر الجديدة ستظل المدينة خاضعة لحظر التجوال ليلا وستبقى المدارس مغلقة وسيسمح للمطاعم والحنات ودور السينمات بالعمل بساعة تصل إلى خمسين بالمئة وسيقتصر عدد الأشخاص في حفلات الزفاف على مئتي شخص قررت الحكومة المغربية إعادة فتح المجال الجوي للبلاد أمام الرحلات من وإلى المملكة وذلك اعتبارا من السابع من فبراير المقبل استنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية وأضافت أن هذا القرار جاء تبعا لتوصيات اللجنة العالمية والتقنية وأخذ نبعين الاعتبار تطورات الوضعيات الوبائية بالمغرب وفي بيان قالت الحكومة إن ذلك الإجراء يأتي لمؤكبة عملية تطبيق هذا القرار أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن واشنطن تدرس إمكانية تقديم مساعدات اقتصادية إضافية لكييب لمواجهة الضغط الروسية وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قد متى لأوكرانيا في العام الماضي أكثر من نصف مليار دولار مساعدات تنموية وإنسانية كما أكد بايدن استعداد واشنطن وحلفاؤها للرض بحزم على أي تصعيد حول أوكرانيا شد وجذب وتخوفات من غزو روسي محتمل نجح في إشعال الوضع أكثر في المنطقة الملتهبة من شرق أوكرانيا وهو ما أدى لأن يكرر رئيس الأمريكي جو بايدن للرئيس الأوكراني أنه سيرد بحزم على أي غزو روسي لأوكرانيا إلا أن حديث بايدن ينافي قرار واشنطن الأخير حول إعادة عائلات موظفيها الدبلوماسيين كما انتقده الأوكرانيون معتبرين إياه غير متناسب مع تصريحات واشنطن نارية وانتقد مسؤولون أوروبيون آخرون ما اعتبروه تهويلا للوضع من جانب الولايات المتحدة إضافة إلى تسببه في تأزم العلاقة بين كييف وواشنطن الرئاسة الأمريكية أشارت إلى أن بايدن يدرس تقديم مساعدة اقتصادية إضافية لأوكرانيا إضافة إلى معدات عسكرية تسلمتها كييف كما أعلنت واشنطن استعدادها لفرض عقوبات اقتصادية شديدة في حال حدوث غزو روسي لأوكرانيا وهو ما تنفيه روسيا بشدة ففي مؤتمر لوزير الخارجيات الروسي سيرجي لفروف مع الصحفيين قال لفروف إن الحرب لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا وإن المفاوضات مع الغرب بشأن الضمانات الأمنية لم تنتهي بعد ولن تسمح روسيا لأحد بتجاهل مصالحها بوساطة فرنسا وألمانيا وهو في ذلك يقود محاولات لبناء جبهة غربية موحدة في وجه ضغوط عسكرية روسية على أوكرانيا التي لن تنسى موسكو سعيها الدقوبة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وهو السبب الرئيسي الذي أدى لغضب الكريملين على أوكرانيا ما زلنا في تطورات المشهد بشأن الأزمة الأوكرانية حيث وقال وزير الدفاع الأوكرانية أوليسكي ريزينكوفا إن بلاده تراقب تحرقات ست سفن إنزال روسية قد تتجه نحو البحر الأسود وقال ريزينكوفا للبرلمان إن أوكرانيا كانت على علم بالوحدات الموجودة على متن السفن البحرية الأمريكية ومجموعات الطيران تعرف ذلك بشكل أفضل وشنت روسيا سلسلة من التدريبات العسكرية التي تضم وحدات مشاوى مدفعية ألية في جنوب غرب روسيا وكذلك طائرات حربية على بحر البلطيق وعشرات السفن الحربية في البحر الأسود والقضب الشمالي كما نقل الجيش الروسي قواته إلى بلاروسيا المتاخمة لأوكرانيا لإجراء مناورات مشتركة وهو ما أثار مخاوف الغرب من أن موسكو قد تشن هجوما من الشمال من جانبه كشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي كشف عن مواصلة حجد روسيا للمزيد من التعزيزات العسكرية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا وقال كيربي إن البنتكون لاحظ خلال 24 ساعة الماضية لاحظ تراكبا أكبر للقوات الروسية لاسيما في الجزء الغربي للبلاد وردا على سؤال حول قرب اجتياح روسيا لأوكرانيا استبعد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أن يكون الرئيس الروسي بليدامير بوتين قد اتخذ قرارا بعد بشأن اجتياح أوكرانيا يذكر أن روسيا أكدت مرارا أنه لا نية لها لشن أي عملية على أوكرانيا مشددا على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة وأن الغرض من هذا الادعاء يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا من جانبنا آخر بحثت الولايات المتحدة والنيتو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبولندا وردود واشنطن وحلف شمال الأطلسي المكتوبة على مقترحات الضمانات الأمنية الروسية وأكدوا التزامهم المستمر بالدبلوماسية جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية في بيان عقب اتصال هاتفي بين نائبة وزير الخارجية الأمريكي ونائب الأمين العام لحلف النيتو ومسؤولين أوروبيين آخرين وقد أكد المسؤولون بحسب البيان أهمية استمرار التنصيق الوثيق والوحدة في مواجهة التعزيز العسكري الروسي غير المبرر على حدود أوكرينيا هذا وقد قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس إن الولايات المتحدة طالبت أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا علنيا الاثنين لمناقشة السلوك الذي ينطوي على تهديد تتبعه روسيا ضد أوكرينيا وفي البيان ذاته قالت توماس إن روسيا ضالعة في أعمال أخرى مزعزعة للاستقرار تستهدف أوكرينيا وتشكل تهديدا واضحا للسلم والأمن الدوليين ومثاق الأمم المتحدة أظهر تقييم للوضع الغذائي قامت به هيئة تابعة للأمم المتحدة أن 13% من أطفال تجريي ممن هم دون الخامس الخمس سنوات بالإضافة إلى نصف الحوامل يعانون من نقص في الغذاء وأضاف التقييم الأممية أن نحو 40% من سكان إقليم تجريي الإثيوبية يعانون من نقص حاد في الغذاء في الإقليم الغارق في نزاع منذ قرابة 15 شهرا حسب ما أعلن يوم الجمعة برنامج الغذاء العالمية من جهتها طالبت الولايات المتحدة الأمريكية الحكومة الإثيوبية بإطلاق صراح جميع المعتقالين بموجب أحكام حالة الطوارئ المفروضة وفي تصريحات صحفية قال المتحدث باسم الخارجي الأمريكي نيت برايس إن واشنطن تأمل في أن يواثق مجلس النواب الإثيوبية على قرار رفع التوارئ في القريب العاجل بعد موافقة مجلس الوزراء على رفعها نشرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية صورا لما قالت أنها أحدث تجارب صاروخية أجرتها هذا الإسبوع ورصدتها جيرانها وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن التجارب التي أجريت يومي الثلاثاء والخميس كانت على نظام صاروخي كروز بعيد المدى وصاروخ موجه تيكيتيكي أرض أرض وكانت وجوه بعض المسؤولين حول كيم غير واضحة أو منقطعة في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية على موقعها على الإنترنت حيث أعربت السلطات الكورية الشمالية عن قلقها من استخدام هويات المسؤولين المرتبطين ببرامج أسلحتها في عقوبات ضد بيونجيانج وضعوا أصابعهم في آذانهم رافضين الاستماع للتنديد الدولي معلنين استكمال تجاربهم الصاروخية فطبقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية بكوريا الشمالية فإن بيونجيانج أجرى التجارب على صاروخ كروز طويل المدى ورأس حربي تقليدي لصاروخ تيكتيكي موجه أرض أرض في الوقت الذي زار فيه الزعيم كيم جونج أون مصنع ذخيرة ينتج منظومة أسجحة رئيسية الزعيم الكوري الذي لم يحضر الاختبارات أشاد خلال زيارة لمصنع ذخيرة بالتقدم السريع في إنتاج أسلحة كبيرة لتنفيذ قرارات حزب العمال الحاكم التي اتخذت في اجتماع الشهر الماضي كما أكد أن المصنع يحتل موقعا مهما للغاية ويطلع بمسؤولية في تحديث القوات المسلحة للبلاد وتحقيق استراتيجية تطوير الدفاع الوطني كيم الذي دعا إلى تعزيز الدفاعات الوطنية لمواجهة الوضع الدولي غير المستقر أكد أن بلاده ستعزز دفاعاتها في مواجهة الولايات المتحدة وتدرس استئناف جميع الأنشطة المعلقة مؤقتا في تلميح إلى رفع تعليق أعلنته ذاتيا عن تجارب القنابل النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات زادت حدة التوتر بسبب التجارب الصاروخية الست التي أجرتها كوريا الشمالية خلال الشهر الجاري والتي تعتبر من بين أكبر عدد من عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها في شهر واحد ما أثار استنكارا دوليا ودفع الولايات المتحدة للسعي من أجل فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية أعلن الرئيس البرازيلي جاير بولسنارو أنه سيزور روسيا نهاية فبراير المقبل هذا في تعزيز الروابط وتحسين العلاقات التجارية وقد أكدت الرئاسة البرازيلي أنه ليس لديها تفاصيل في الوقت الحالي عن هذه الزيارة التي ستكون جزءا من جولة ستقود بولسنارو إلى هنجاريا أيضا وذلك وفقا لصحافة البرازيلية قالت الهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة شينغهاي للتعاون أنه لا يجوز استخدام السلاح على الحدود بين قاجزستان وترجستان ودعت الهيئة الجانبين إلى التوافق والحلول الوسطى في بيان لها أعربت اللجنة التمتدية للهيئة عن قلقها من التصعيد الجديد للتوتر على الحدود وتعتبر استخدام السلاح غير مقبول لأنه يشكل خطرا على حياة وصحة المواطنين في هذه المنطقة أعلنت ترجستان وقف إطلاق النار في منطقة الحدود التجزيقية والفيزيقية بعد وقوع نزاع مسلح في اليوم السابق وقال مصدر بالمكتب الصحفي لرئيس المقاطعة في ترجستان أنه تم التوصل إلى اتفاق حول ذلك بعد مفاوضات بين رئيس مقاطعة تاغد وحاكم منطقة باتكن ومن جانب آخر أكد الأمن القومي مقتلى شخصين وإصابة عشرة بجروح في نزاع مسلح على الحدود مع كرغزستان ترجمة نانسي قنقر وصل وفد من الأمم المتحدة إلى ليما وانضم إلى السلطات في بوريول لدعمها لتقييم الأثر البيئي لتسريب النفط هذا وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن ناقلة ريبسول أسقطت في البداية شحن تبلغ ستة ألاف برميل من النفط الخام مع تسريب آخر لثمانية برميل في الأيام التالية وكانت محكمة في بيرو قضت بعدم استماح لممثل شركة ريبسول بمغادرة البناء البلاد أثناء سير التحقيقات قال مفوض الكوارث في ملوي أن هناك حاجة مسة إلى الطعام والمأوى في أعقاب الدمار الذي سببته العاصفة الاستوائية أنا وأكدت السلطات أن العاصفة تسببت فيما لا يقل عن 86 حالة وفاة على الأقل بينما أصيب أكثر من 100 شخص بجروح خطيرة في 15 منطقة بعد أكثر من أسبوع من الأمطار الغزيرة ووفقا لإدارة شؤون إدارة الكوارث فقد تأثر أكثر من 200 ألف شخص من 48 ألف أسرة ونزح العديد منهم كما وصل نهر شاير في ملوي الذي يتدفق من بحيرة ملوي عبر مزنبيق إلى نهر زنبيزي إلى مستوى التأهب ما تسبب فيضانات في المناطق المنخفضة نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة اعتزام الدولة لاستغناء عن الآلاف الموظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمية وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلك الشائعة مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وقد شدد الجهاز على أن التوسع في تطبيق التحول الرقمية يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون المساز بأي حق من حقوقهم أو تسريح أي منهم بهدف مواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة تستمر فعليات معرض القاهرة الدولية للكتاب في دورته الثالثة والخمسين في ثاني أيام المعرض لاستقبال الجمهور وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصرية كريم بيبرس كريم يعني بداية ضعنا في تفاصيل الصورة لديك في ثاني أيام المعرض ونسب الإقبال نعم بالفعل فتح المعرض اليوم أبوابه في الساعة الواحدة ظهرا لاستقبال المواطنين واستقبال الجمهور لحضور هذه النسخة الثالثة والخمسين وهذه النسخة أيضا تعد استثنائية في ظل إجراءات احترازية خاصة لفيروس كورونا منها التوجيهات الضرورية اللازمة بارتداء الكمامات دائما على كل مكبرات الصوت نسمع أهمية التعليمات الخاصة بارتداء الكمامات وأيضا تنبيهات على الناشرين وتنبيهات على الحضور يعني المسافات الاجتماعية التباعد الاجتماعية على قدر المستطاع يعني ربما إذا تحدثنا عن نسب الإقبال الخاصة في اليوم الأول لمعرض الكتاب فحسب وزارة الثقافة وصلت النسبة إلى 91 ألف من الحضور حضروا بالفعل في اليوم الأول لمعرض الكتاب وبما هذا الحضور الفعلي داخل المعرض ولكن إذا تحدثنا على المنصة الرقمية أو المنصة الإلكترونية فوصل بالفعل الزائرين بها إلى أكثر من 44 مليون زائرا على المنصة وأيضا التذاكر كان هناك أكثر من 40 ألف تذكرة تم حجزها بالفعل على الموقع الإلكتروني أو المنصة الرقمية وهناك أكثر من 4000 زائر للجوالات الافتراضية الخاصة بالمعرض على المنصة الإلكترونية أما هنا إذا تحدثنا عن ما يقرب من أكثر من ألف ناشر متواجدين هنا من مصر وأيضا من خارج مصر من الدول العربية والدول الأوروبية بالفعل متواجدين هنا من الولايات المتحدة من السعودية من اليونان واليونان هي ضيفة شرف هذه النسخة الثالثة والخمسين من معرض الكتاب بالفعل هناك إقبال كبير جدا وأيضا هناك فرصة شيقة جدا لمحبي ربما الكاتب الكبير الراحل نجيب محفوظ حيث هناك الجناح الخاص بمدينة الفنون والثقافة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة هناك تمثال خاص بالكاتب الراحل نجيب محفوظ وأيضا جولة صغيرة لهذا المجسم الصغير لمدينة الفنون والثقافة الخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ربما أيضا المختلف هذه النسخة هي استخدام الوسائل التكنولوجيا الحديثة والتطور التكنولوجي في العرض منها خاصية الهولوجرام وخاصية الهولوجرام متواجدة مثلا في جناح الرقابة الإدارية حيث يتم عرض آليات مكافحة الفساد منذ عهد المصري القديم حتى اليوم عن طريق هذه خاصية الهولوجرام وإله الخاص ماعت وخاص بمكافحة الفساد في أيام المصري القديم هناك أيضا العديد من الندوات الخاصة ندوات خاصة بالإعلام ندوات خاصة بالصحفة توجد داخل القاعات والبلازات الخاصة بأرض المعارض بالتجمع الخامس ذلك نتابع بالطبع على مدار اليوم هذا الإقبال من المواطنين سواء على الكتب وهذا المعرض الجامع لجميع الفنون وجميع المعارف وأيضا الندوات الخاصة بالإعلام والصحفة وغيرها من ندوات على مدار الأيام القادمة كريم بيبرس نتمنى لك جولة ممتعة في أروقة المعرض من معرض القاهرة للكتاب أعلنت وزارة الثقافة أن عدد زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب قد بلغ 91 ألف زائر في اليوم الأول للمعرض وأكدت وزيرة الثقافة إناس عبدالدايم أن الإقبال الكبير على المعرض يعبر عن الرغبة الجادة في تلقي المعرفة مشيرة إلى أن هذا العدد يعكس مشهدا براقا للوعي المجتمعي المصري في مشهد انتظره عشاق القراءة والثقافة كثيرا ها هو معرض القاهرة الدولي للكتاب يعود في دورته الثالثة والخمسين التي تتميز بانعقادها في موعدها الأصلي لأول مرة بعد توقفها لمدة عامين بسبب جائحة كورونا عودة مصحوبة بزيادة في عدد الناشرين الذين وصل عددهم لألف وثلاثة وستين ناشرا يمثلون خمسين دولة مما يساعد على الرواج لحركة الصناعة والبيع للكتب مشاركة المركز الصنادي بتتناول عرض مجموعة من الإصدارات والتحليلات المختلفة كتبها نخبة من الخبراء والباحثين المصريين المتخصصين في مختلف المجالات احنا المشاركة دي تعتبر المشاركة الثالثة اللي هنا في مارض الكتاب وبنشارك تقريبا بمية وعشر عمل ما بين الكتاب الكتب التراثية والروايات ما بين الاجتماعية والرعب والفانتازيا بنشارك كل مرة بإصداراتنا الجديدة المتنوعة كذا حاجة اللي هي تفيد القارئ المصري والعربي وخاصة الشباب الهيئة دايما بتشارك في معارض الكتاب عما سواء الدولي أو المحلي هيد كثور الثقافة عندها مشروع مشروع النشر بتميز بأنه هو كل الكتب اللي في مشروع النشر كتب مدعومة هوية مصر الثقافة هو سؤال المستقبل شعار هذه الدورة الذي ترجم من خلال عدد كبير من الكتب التي تركز على الهوية المصرية وقراءة التاريخ وهو ما عبر عنه المشاركون من دول عربية مختلفة باعتبار أن مصر بوابة الثقافة والمعرفة وغيرهم من المشاركين في 879 جناحا بخمس قاعات في هذا المعرض الذي يقام على مساحة 80 ألف متر مربع ويتميز بتنوع المؤلفات والخدمات الثقافية عجبت كثيرا بهذا المستوى من التنظيم والترتيب وحسن الإدارة للمعرض والاستضافة العديد من دور النشر العربية وبشكل خاص دور النشر الأردنية شاركت فلسطين هذه المرة كما في كل مرة لإبراز الثقافة الفلسطينية والأدب والشعر والمسرح الفلسطيني طبعا تشارك السلطان في معرض القاهر الدولي الكتاب في الدورة الثالثة والخمسين ممثلة بوزارة الثقافة واللياض والشباب ووزارة الإعلام أما الجمهور المتعطش للقراءة فقد جاء ليروي ثقافته بشراء العديد من الكتب بعد الانتهاء من عدد من الإجراءات التي سهلت وصوله للمعرض من خلال وجود منصة إلكترونية لحجز تذاكر الدخول والتمتع بالتقنيات الحديثة مبسوطين بسهولة الدخول من أول ما بتدخل من البوابات الوضع بيتحسن فعلا بشكل جيد جدا هي عظيمة بصراحة دورة السنة دي حلوة جدا ومنظمة جدا والناس كلها حسنة الناس كلها مبسوطة وفي إقبال كبير السنة دي والسنة اللي فاتت برضو كان في إقبال كبير المعرض هذه الدورة اختار الكاتبين يحيى حقي وعبدالتواب يوسف شخصيتين المعرض الذي تستمر فعلياته حتى السابع من فبراير القادم إجراءات كثيرة اتخذتها الدولة لعقد هذه الدورة المميزة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد الوجهة الثقافية المشرفة لمصر لتنوير وتثقيف العقول وللنهوض بحركة البيع والشراء لهذه الصناعة الهامة وفتح مزيد من الآفاق لمشاركة دور النشر المختلفة محمود جميل التلفزيون المصري عقدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيل مكرم لقاء عبر تطبيق زوم مع المؤسس والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة النائب أحمد فتحي وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر العالم المصري الدكتور فيكتور رزق الله يأتي ذلك لبحث تعظيم الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج في مجال التعليم الفني في إطار المبادرة وثمنت وزيرة الهجرة الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها العالم الكبير دكتور فيكتور رزق الله قائلة إنه قامة علمية كبيرة كما أشادت بالمبادرة الرائدة شيليدز التي أطلقتها مؤسسة شباب القادة وبجهودها في تدريب وتأهيل الشباب في مجالات مختلفة وفي عدة محافظات وتقييم جهود كبيرة لتوفير فرص الاحتواء لقدرات الشباب وتعظيم طاقتهم والاستفادة من أفكارهم وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش جمعية الهلال الأحمر المصري بإرسال قافلة متكاملة إلى منطقة حليب وشلتينة وتشمل القافلة خدمات طبية ومعونات غذائية وكساء ومستلزمات الشتاء من البطاطين والأغطية هذا بالإضافة إلى البدء في حفر آبار مياه للأسر لتعزيز وفرة مياه الشربة كما تشمل القافلة مساعدات مالية حتى نهاية فصل الشتاء وخدمات أخرى متنوعة أعقد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي اجتماعا بوفد من شركة كير للمقاولات والصيانة وتم خلال اللقاء متابعة التنصيق الجاري بين الجانبين فيما يخص عرض الشركة لإدارة وتشغيل المجازر الحكومية التي يتم تطويرها ورفع كفاءتها وأشار وزير التنمية المحلية إلى رغبة وجدية الحكومة في تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنية وترحيبها بجميع الشركات الراغبة في الشراكة مع الحكومة في المجالات والملفات التي تهم المواطنين مشيرا إلى أنه من بين الملفات التي تهتم وزارة التنمية المحلية بالتعاون فيها مع القطاع الخاص هي منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والمجازر الحكومية والمطورة لتحسين إدارة تلك المشروع تابعت وزارة الرأي موقف الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة لتعاون مع موجة الأمطار الغزيرة التي تعرض لها عدد من محافظات الجمهورية وصرحت الوزارة بأنها رفعت درجة الاستنفار بكافة أجهزة الوزارة بهدف متابعة مناسيب المياه بالطرع والمصارف والتأكد من جهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارق وكذلك جهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة مع استمرار المرور الدوري والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من أخطار سيول والتأكد من جهزيتها لاستقبال الأمطار نظم المكتب التجاري المصري بالعاصمة الكينية نيروبي منتدى الأعمال المصري الكينية يأتي ذلك بمشاركة بعثة الشركات المصرية أعضاء المجالس التي تضمنت 21 شركة من مختلف القطاعات الغذائية التي تلبي احتياجات السوق الكينية وأسواق الدول المجاورة وقال رئيس المكتب التجاري المصري بالعاصمة نيروبيا المستشار التجاري عمرو البكري قال إن فعليات الاجتماعات الثنائية شهدت حضورا مكثفا لعدد كبير من المستوردين والموزعين ومدير التوردات وشهد الحديث إقبالا على المنتجات الغذائية المصرية التي شهد الحدث الإقبال عليها باعتبارها من أبرز المنتجات المنافسة بالسوق الكيني نظرا لجودة المنتجات المصرية وأسعارها التنافسية فضلا عن تمتعها بإعفاءات جمركية في إطار اتفقية الكوميسا تابعت وزارة الإسكان الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة لجاري تنفيذها بمدينة العالمين الجديدة وفي بيانها أوضحت الوزارة أنه جاري تنفيذ ثمانية أبراج بالمنطقة الشاطئية ووصلت نسبة التنفيذ ببعض الأبراج إلى الدور الثامن والعشرين بينما جاري تنفيذ أعمال التشطيبات لخمس عشر برجا تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة الشاطئية كما تم الانتهاء من الأعمال بالمنطقة الطرفهية وأشرت الوزارة إلى أنه يتم أيضا تنفيذ مشروع أبراج الداونتاون على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة قطاع من أهم القطاعات التي وضعت القيادة السياسية تطويره نصب أعينها وذلك لأهميته الخدمية في حياة المواطنين إنه قطاع التنمية العمرانية الذي يشهد طفرة سريعة تفي باحتياجات جميع شرائح الشعب المصرية المزيد في التقرير التالي يعد قطاع التنمية العمرانية في مصر من القطاعات الديناميكية سريعة النمو والذي يتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي كما يهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية وفقا لخطة عام 2021-2022 فإن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ 259.1 مليار جنيه بنسبة 27.10% من إجمالية الاستثمارات للعام المالي الحالي بينما الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ 49% وبمقدار 127 مليار جنيه مقابل 32% للأنشطة العقارية وبقيمة 82 مليار جنيه و19% لأعمال التشييد والبناء بقيمة 50 مليار جنيه من المستهدف في الخطة الحالية أن يبلغ ناتج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية 1289 مليار جنيه مقارنة بنحو 1161 مليار جنيه في عام 2020-2021 أي بمعدل نمو سنوي قدر 11% ليساهم بذلك بنحو 19.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2021-2022 حقق قطاع التنمية العمرانية العديد من الإنجازات والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات الكبرى كمشاريع الإسكان الاجتماعي التي تضمنت اعتماد للتصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو 124 مشروعا عمرانيا وخدميا واستثماريا قام على مساحة إجمالية وصلت إلى 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة ما يسهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل كذلك على ضخ استثمارات أجنبية ومحلية للتوطين بها تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان الكبير عماد حمدي والذي رخل عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1984 حياة حافلة بالفن والإبداع بدأها عماد حمدي منذ شبابه حيث لقب بفتى الشاشة الأول وظل عطائه الفني حتى آخر حياته موسيقى إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية أخبار الثالثة ولا يتبقى سوى تذكرة بأهم مجاة فيها من عنوانا استهداف مطار بغداد الدولي بستة سواريخ وطائر مسيرة والقادمي يعتبر الهجوم تقويضا لصمعة الأرق حشود روسية على الحدود الأوكرانية والأفروف يؤكد أن بلاده لن تسمح بتجاهل مصالحها الحكومة تنفي اتزام الدولة لاستغناء عن آلاف الموظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمية نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصرية دمتم تي رعاية الله وآله اشتركوا في القناة